المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبير فوسون هونجبو يشيد بالجهود المعتبرة التي يبذلها المغرب في مجال تعميم الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل بالنسبة لجميع فئات المجتمع خلال اجتماع مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد خالد أيت طالب أكد السيد هونجبو أن المغرب يعد نموذجاً يحتذا به في تقديم التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بدون استثناء بما في ذلك العاملين في القطاع غير المهيكل كما أشار السيد هونجبو إلى أنه معجب بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إنها مناسبة لتسليط الضوء على التزام المملكة باحترام وتعزيز الحقوق الاجتماعية الأساسية فضلاً عن التقدم المحرز بالمغرب في جمع واستخدام المعطيات من أجل تدبير أكثر نجاعة للحماية الاجتماعية من جهته تطرق السيد أيت طالب للدور الحاسم لمنظمة العمل الدولية في مجال النهوض بالعدالة الاجتماعية وضمان العمل اللائق مؤكداً على التزام المغرب الدائم ببرامج منظمة العمل الدولية السيد المودي العام سجل باستحسن الترسام القانونية التي عرفت المغرب اليوم لتغطية الجميع لتشاريع الشرائحة للسكان والمغرب في إطار الحماية الاجتماعية ورسيماً في إطار تغطية الصحية وكذلك للوقوف على المجالات التي يمكن المكتب الدولي للشغل نعمله سوياً لنجح هذا الورش الملكي المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب أشار كذلك إلى أهمية التجربة المغربية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية داعياً إلى الاستفادة منها وتبادل الخبرات مع باقي دول العالم